عبد الرحية بنادي الزبالك لأنه فيه موضوع مهم جدا وربما يعني من ورايب فيه مشكلة مش لطيفة يعني وهو ليس موضوع كروي هو موضوع خاص بكرة السلة هناك لاعب اسمه أنس أسامة أنس أسامة ده من أهم لاعبي منتخب مصر لكرة السلة البعض يقول أنه هو يمثل 50% من قوة المنتخب المصري لكرة السلة أنس أسامة لاعب في نادي الزمالك عقده كان اقترب من الانتهاء عندما كان يتولى نادي الزمالك أحد اللجان المؤقت في هذا التوقيت عرض عليه الأستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أنه يوقع معاه اعتبارا من الموسم القادم باعتبارا الموسم ده كان يبقى آخر موسم له مع نادي الزمالك ونحن عارفين الموسم ده تعقبت على نادي الزمالك مجموعة لجان مش عايز أقول هو كان في وقت مين من رؤساء اللجان يعني عشان ما نحرجوش يعني وبالتالي أنس أسامة مضى بالفعل مع الاتحاد السكندري يومين اللي فاتوا وده وضع طبيعي إدارة نادي الزمالك والمستشار مرتضى منصور بيشوف مين اللاعبين المهمين أوي في كل الألعاب اللي عقدهم بتنتهي ومن ثم بيتحدث معاهم عشان يجدد معاهم سنتين ثلاثة لقدام فأجاب أنس أسامة باعتباره أهم لعب في الزمالك على الإطلاق وأهم لعب في المنتخب أيضا وقال له تعالى عشان نقعد نجدد مع بعض فأناس قال له أنا مضيت بالفعل للاتحاد السكندري لما كان فلان الفلاني رئيسا للجنة إدارة نادي الزمالك مستشار مرتضى قال له ما لكش دعوة امضي وجدد معايا وأنا هكلم الوستاذ محمد مصالحي وهاخد منه العقود اللي انت مضيتها أنا سمضى مع المستشار مرتضى وهو موقع عقود مع الاتحاد السكندري اتصل للمستشار مرتضى منصور بالوستاذ محمد مصالحي عشان يتفق معاه على انه يتنازل عن العقود اللي عنده فأستاذ محمد مصالحي كرئيس نادي التحاد السكندري قال له ايه عن يا سات المستشار زي ما انت رئيس نادي أنا رئيس نادي وما زي ما انت بتبحث عن مصلحة ناديك أنا ببحث أيضا عن مصلحة نادية وكمان انا اخدت اللاعب ده وانت ما كنتش وقتها رئيس نادي الزمالي كان هناك لجنة ربما لو انت موجود بحكم العلاقات اللي ما بيننا كنت أكلمك او بقى تفركن يبا فيه حوار آخر يعني لكن انا اخدته في توقيت ما كنتش انت رئيسا لنادي الزمالي وتوقف الحوار عند هذا الوضع هذا اللاعب المهم جدا بقى موقع لناديين للموسم اللي جاي نادي الزماليك ونادي الاتحاد سكنداري مستشار مرتضى منصور حاول يعني يوسع الاتفاق شوية مع السيد محمد مصلحي قال له طب انا هدي لك لاعب من فريق كرة القدم الفريق الاول مقابل ان انت تتنازع العقود وهذا اللاعب نجم على فكرة انا مفاحش اقول اسمه لو قلت اسمه يبقى فيه احراك شديد لللاعب لكن هذا حصل هذا حصل عرض عليه اسم لاعب ولاعب شهير في نادي الزماليك لانه انس ده لعب مهمة اوي 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 في فريق البسكتبول يعني هو الفرقة بالبلدي جدا فيه كده فيه فرق بيقبى فلان ده هو الفرقة لو غاب الفرقة بتتبرجل فقالوا استاذ محمد مصلحي رفض هذا العرض وتمسك باللاعب انس الموقف ايه اللي جاي اللاعب ده مهم جدا للمنتخب وفي نفس الوقت ماضي عقود هنا وعقود هنا وده متمسك وده متمسك اتحاد الدولي لا يوقف الا فيه تلات حالات اما مخدرات لسامح الله او منشطات او رشوة وبيع مباراة لكن الامر مش هيوصل للاتحاد الدولي لان الامر هنا امر داخلي امر داخلي انا عايز اقول ايه هل هناك في اللائحة اقاف وهل الاتحاد المصري لكرة السلة هيسمح باقاف اهم لاعب عنده في المنتخب الوطني صعبة وبالتالي انا ادعو الاطراف عشان ما يسببوش حرج لان ده دي حرج يعني النهاردة معلش كل الاحترام يعني لو لاعب ماضي هنا وماضي هنا خدها قاعدة عامة يعني ما ينفعش يعني امور لا تستقيم كده على الاطلاق وبالتالي لابد ان يكون فيه قرار ما تجاه اللاعب قولا وحدا قولا وحدا هل هتبقى غرامة مالية مثلا على اللاعب هل غرامة مالية على نادي الزمالك الله اعلم لكن اللي انا بحب اكدهلكم مية في المية ان هذا اللاعب مهم جدا للمنتخب الوطني المصري ولن يوقف عن ممارسة النشاط اللي هيتم الله اعلم وراك لواح داخلية الاتحادات لكن خلي بالك في كل الاحوال اللواح داخلية بتاع الاتحادات ما بتتعرضش مع لواح الاتحاد الدول اللي هو ما بيوقفش في مثل هذه الامور في كل الاحوال نتمنى ان تنتهي هذه المشكلة ورينا لقطات بقى لللاعب ده عشان نبقى عارفينه ده اللاعب هو حاجة جميلة طبعا ده اللاعب انس اسامة لعيب يعني احنا سألنا طبعا عنه احنا مش متابعين قوي البسكتبول لكن عرفنا انه هو من اهم اللاعبين على الاطلاق في المنتخب الوطني ومن ثم ايضا في نادي الزمال احنا جبنا لكم لقطات له عشان برضو تتعرفوا على هذا اللاعب الرائع ان شاء الله الامور تنتهي بس احنا بنتدي برضو في ودن كده اللاعيبة يعني ما 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 تنضيش في حتتين طبعا اللاعب ده كان سبب من اسباب مهمة جدا اللي فوت الزمالك بالبطولة السنة اللي فاتت و ولعيب اذا ما انا قلت مهم جدا جدا يعني وإلا حتى ما كانش المستشار مرتضى عرض اسم نجم من نجوم الزمالك في كرة القدم على الاساس محمد مصرح حتى يتنازل عن القد اللي عنده ويبقى فيه نوع من انواع الترضية هذا هو الامر فيما يتعلق بهذا اللاعب اشتركوا في القناة